قبل الفاصل انه لجنة المسابقات اعلنت موعيد مباريات الاهل المؤجلة والسؤال اللي كان شغل ناس كتير قوي والتهم فيه الحج عمر حسين رئيس لجنة المسابقات انه زبط موعيد المؤجلات عشان يخدم فرقة الاهل وقال ايه؟ ملعبش المؤجلات حسب الترتيب الطبيعي بتاعها يعني الاهل مثلا كان المفروض يلعب مع بتروجيت سي مثلا في الاسبوع التاني ويلعب مع المقولين في الاسبوع الخامس ويلعب مع الجيش في الاسبوع السابع يبقى لازم يمشي بهذا الترتيب اولا ده عمليا مستحيل يحصل زي ما عمل حسين وضحها اكتر من مرة بس الناس اللي عايزة تتبع بحاجة غريبة جدا قال ايه بيجامل الاهل هو منطقيا ما يقدرش يحافظ على الترتيب اللي في الجدول في اداء المؤجلات وإلا هيأجل كتير تاني يبقى لو كان الاهل المفروض يلعب مع الجيش أجل للجيش مباراة في الدوري اللي المفروض يلعبها عشان يجي يلعب مع الاهل المباراة المؤجلة وهكذا يعني هاتطر أجل لكل نادي مباراة في الجدول الطبيعي بتاعه عشان يجي يلعب مؤجلات الاهل اللي حصل مع الاهل حصل مع الزمالك قبل كده في مشاركاته الافريقية في موسم 14-15 اتأجلت عدد من مباراته 15-16 ولعب الزمالك حسب الوضع اللي كان مناسب في الجدول يعني يلعب مباراة مع الفريق اللي كان المفروض يلعبه في الأسبوع العاشر وبعد كده يرجع يجيب مباراة كان المفروض هلعبها في الأسبوع الثالث حسب ما ده بقى فاضي في الوقت ده حسب ما اللجنة شافت معاد مناسب للطرف التاني لأنك ما بتلعبش لوحدك فدي مسألة يا جماعة بديهية جدا ما فيش دعا أن نحن نقدر أو نقعد باستمرار نتكلم فيها على أن دي مجاملة زي ما اتقلم برح حاجة غريبة جدا اتقلم يا جماعة بصوا الكاف بيجامل للأهل ليه يا سيدي؟ قال لك الكاف اختار للأهل والفريق الأسيوبي طاقم حكام من تونس يكلفوا النادي فقط 40 ألف جنيه لكن اختار للزمالك في مباراته مع القطن التشهادي طاقم حكام من أغاندا يكلفوا النادي 500 ألف جنيه أنا مش عارف الفرقات دي جات إزاي مبدئيا لايحة الاتحاد الأفريقي أنه النادي المضيف أو صاحب الأرض بيتحمل تذاكر الطيران وحجز الإقامة للحكام فقط البوكت ماني أو بدل مصروف الجيب المفروض الاتحاد الأفريقي بيدفعه لحكامه لكن ما فيش نادي بيدي للحكام فلوس عشان تيجي تقول لي غرب من زمالك كلام ده من سنة تقريبا يقول لك غرب من زمالك طاقم حكام من أغاندا هيتكلف 500 ألف ليه؟ وجاب للأهل حكام قريبين من تونس مش هيديهم اللي 40 ألف وكأن أنا بالناء يعني طب مهبئة المباريات هل كان مثلا عشان تشوفوا المنطق العجيب اللي عمالين نردده أو الناس دي عمال تردد فيه علشان تقنع الجماهير بحاجات تنتهي في النهاية إلى احتقان وتوتر أو إلى تشويه صورة إنه الكاف في جامل الأهلي والأهلي أكتر طرف بيضار من الكاف وأكتر طرف تعرض في الفترات الأخيرة لعقوبات وتحاد الأفريقي لكن ما علينا بس أعايز أقول لكم على سبيل النقطة بالنسبة للحكام طب إذا كان الزمالك والفريق الشاد هيحكمها تاقم حكام من الكونغو عندك بقية المباريات المصر حيلعب مع الفريق البوركيني هيدير المباراة تاقم حكام من النيجر دي تكلفته ما تبقى أكتر من أغندا بقى إذا كانت الفكرة في تذاكر الطيران لأن أغندا قريبة هي تحتنا لكن حتجيب من النيجر طب وهل الاتحاد الأفريقي اللي ظلم المصري وظلم الزمالك كان بيجامل الأهلي وبيجامل الإسماعيلي كمان لأن حلاء الإسماعيلي هيبدأ دوري أبطال أفريقيا مع القطن الكاميروني والحكام من المغرب والمغرب جانب تونس يبقى الاتحاد الأفريقي بيجامل الإسماعيلي وبيجامل الأهلي لكن بيظلم المصر وبيظلم الزمالك عشان جاب لي ده حاجة من النيجر وجاب لي التاني حكام من اوغندا هل ده منطق هل ده منطق ممكن تصديره للجمهور عشان نبدأ نستف تفاصيل لنظرية المؤامرة الكونية في النهاية كل التوفيق للاندية المصرية كلها الاسماعيلي رغم الظروف المحلية الصعبة اللي بيمروا بيها اللي بنتمنى له ان شاء الله ينهض منها سريعا خرج من البطولة العربية امام الرجاء المغربي لكن عنده فرصة في دوري ابطال افريقيا اللي بيشارك فيها مع الاهلي الاسماعيلي صاحب السبق التاريخي في هذه البطولة وكل البطولات الاندية القرية على مستوى الاندية المصرية واول من رفع كأس افريقيا للاندية ابطال الدوري في عام سبعين والمصر ايضا رغم كل الظروف اللي بيمروا بيها مؤخرا عنده مباراة مع سلماتة البركيني في بورسعيد هتبقى يوم السبت ان شاء الله وده في نفس اليوم اللي زمالك هيواجه فيه القطن اتشادي الاسماعيلي هيلعب مع القطن الكاميروني يوم الحد ان شاء الله لجنة المسابقات المتهمة بمؤجلات الناس دي عايزة تقول اعلنت بعض المباريات المؤجلة للاهل واقول لكم مثلا لما الزمالك قال انا مش هلعب مع الاهل الا لما الاهل يلعب مع مؤجلاته وفيه للاهل مباراة مع بيرامدز وفيه للاهل مباراة مع الاسماعيلي طيب مع هذه المباريات كان لها اطراف اخرى بتلعب ايضا مع هذه الاندية في التوقيت اللي الاهل بيقدي فيه مؤجلاته عشان كده فيه اكتر من مؤثر بيضغط على لجنة المسابقات لما تيجي تحدد المؤجلات الاهل هيلعب مع بيرامدز يوم الجمعة 4 يناير الاهل وبيرامدز الجمعة 4 يناير في الدفاع الجوي هيبقى الساعة 6 ان شاء الله تم تأجيل مباراة الاهل والمصري من الجولة 19 يعني هو عشان تلعب القديم بتأجل الجديد الاهل هيلعب مع مصر المقصة يوم الخميس 24 يناير في برج العرب الساعة 5 دي مباراة مؤجلة من الاسبوع الحداشر وهيلعب الاهل مع وادة ديجلة يوم 28 يناير في بيترسبورت يعني الاهل وادة ديجلة 28 يناير الاهل والجونا اه او الاهل الاهل ومصر المقصة الخميس 24 يناير الاهل وبيرامدز 4 يناير ده المؤجلات المعاد القريب الاهل وبيرامدز بدون جمهور المهندس هاني ابريضة رئيس الاتحاد فضل اقامة هذه المباراة يوم 4 يناير من حيث المبدأ بدون جمهور على ملعب الدفاع الجوي وهي المباراة المؤجلة من الاسبوع التامن لظروف مشاركة الاهل في دوري ابطال افريقيا والمهندس عامل حسين رئيس لجنة المسابقات قال انه حيضطر لتحديد موعدين مناسبين لمبارتاي الاهل والزمالك الاولى مؤجلة في الدوري والتانية بين الفريقين في السوبر المحلي يعني فيه مطشين اهل وزمالك بعد تحديد الدولة اللي هتستضيف المباراة من قبل الشركة الرعية وقال عامل حسين ان الظروف منع التحديد احد اللقائين يوم 25 يناير لانه مفيش ملعب سوء الملعب مرتين في شهر فبراير اه مقدرش يلعب مبارتين على مستوى الاهل والزمالك في شهر فبراير ترجمة نانسي قنقر